بشنا يوم أمس عمدة بلدية الدائرة الخامسة محمد صارح أباكر ملعب لكرة القدم بأحد أحياء الدائرة وذلك في إطار تطوير رياضة كرة القدم وحصل رياضيين على ممارستها بالدائرة تقرير هارون أبا أدم إن الدائرة الخامسة تضع تحت التصرف لعبي كرة القدم ملعب رياضي ليس للتمارين فحسب بل لتنظيم مباريات ودية لكرة القدم وأن هذا الملعب شهد لأول مرة مباراة بين فريق توماي وفريق الدائرة الخامسة وكان عمر المباراة عشرون دقيقة حيث سجل فريق توماي في الشوط الأول ثلاث أهداف أما في الشوط الثاني فقد تمكن فريق الدائرة الخامسة من تسجيل هدفين وبهذا انتهت المباراة وعقب المباراة جرت مراسم تتشين الملعب وقد تحدثا عمدة بلدية الدائرة الخامسة محمد صارح موسى الذي قال ان هذا الملعب الرياضي ستمارس فيه كرة الصلاة وذلك لتشجيع الشباب بالدائرة أما مؤسس هذا العمل الحيوي عبداللطيف الطيب فقد أكد أن هذه الفكرة روادته منذ فترة وعزم إلى ترجمتها عمليا وذلك بهدف الارتقاء بكرة القدم التشادية رئيس رابطة كرة القدم لمدينة جمينة بكر عبدالكريم أدري فقد أشاد بهذا الإنجاز كما أثناء على الجهود التي تبذلها إدارة بلدية الدائرة الخامسة كما تدخلها الأمين العام النائب الوزارة الشباب والرياضة والترفيه أبكر روزي تاكيل هو الآخر فقد عبر عن امتنانه وجدد التزام الوزارة بمصاحبة مثل هذه المبادرات وخلال الحفل فقد سلم عمدة البلدية شهدت شكر وعرفان للوزير السابق المكلف بالشباب والرياضة بيتيل مياروم صاحب حملة الرياضة لجميع وللإشارة فإن بلدية الدائرة الخامسة ستقوم بتشييد مقهى إلكتروني وكافيتيريا حسب إدارة البلدية بهذا الخبر عايزاري المشاهدين نصل إلى نهاية النشرة نشكركم على حسن المتابع وإلى نحاق وهم على ألف حال